موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يقتل الامتداد لاتجاه كما يقتل المكان الزمان فنحن نكون أفكارنا من واقع خبرتنا الشخصية ونبني طموحات وآمال ونتذكر مسؤوليات وواجبات ولكن هل يا ترى يمكن أن يستمر معنا ذلك إلى آخر العمر؟ أي هل الخطوط العريضة التي نرسمها في حياتنا ونحن في سن العشرين تظل إلى سن السبعين وسن الثمانين وهل نحن ملزمون بأن نستمر في آرائنا الأولى وأفكارنا الأولى أم من حقنا أن نغير ونبدل ونطور؟ هناك أحزاب وهناك جماعات تعتز بأفكار مؤسسيها ومن حقها ذلك طبعا وهو شيء حميد لكن يا ترى هل على هذه الجماعات أن تلتزم بأفكار المؤسس وبأساليب عمله؟ أم أن من حقها أن تطور وتغير وتبدل وإلى أي حد يمكن أن يكون ذلك مقبولا القرآن الكريم وصف قضية الامتداد بطول الأمد وحذرنا أن نكون مثل أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني تغيرت أحوالهم نتيجة الامتداد ونتيجة طول الأمد وهذه قضية في نظري تحتاج إلى التفكير المؤسسات الكبرى اليوم وضعت لنفسها مسارات ووضعت لنفسها أهدافا تمكنها من التواصل مع تاريخها ومع شخصيتها الأساسية وضعت لنفسها رؤية وهذه الرؤية تتحدث فيها عن طموحاتها وتتحدث فيها عن المكانة التي تحب أن تكون فيها يوما ما يعني مثلا شركة تعمل في مجال الطباعة تقول نحن رؤيتنا لأنفسنا أن نكون المطبع الأولى أو الثانية أو الخامسة في البلد في قضية المصداقية في قضية الجودة في قضية الربح وتضع لنفسها إلى جانب ذلك رسالة وهذه الرسالة تتحدث عن المهمات تتحدث عن الأهداف لماذا تضع الرسالة ولماذا تضع الرؤية؟ قال من أجل تدسير العلاقة بين الشخصية الأساسية وبين الواقع وبين المستقبل وأيضا من أجل الوفاء للتاريخ والوفاء للمؤسسين الأوائل ولكن لا يجوز أن نخضع لكل ما قالوا ومن ثم فالحل الوسط الذي يجسر العلاقة بين الأزمنة هو الرؤية والرسالة أعتقد أن كل واحد مننا في حاجة إلى أن يضع لنفسه رؤية ورسالة الرؤية والرسالة تعملان على بقائنا في المسار الصحيح وفي الاتجاه الصحيح ولنرسم الأهداف الصحيحة والأساسية لكنهما في الوقت نفسه يتيحان لنا الكثير من التجديد والكثير من الآفاق الواسعة التي لم تكن تخطر في بال المؤسسين وفي بال السابقين المسلم في هذه الحياة ما هي رسالته وما هي رؤيته أما رؤيته فهي أن يكون أكثر طاعة لله تعالى مع تقدم السن وأن يتخلص من بعض المعاصي وأن يتخلص من كل المعاصي إن استطاع وأن يفوز بمقعد صدق عند مليك مقتدر له أيضا رؤية لنفسه أن يربي أبناء صالحين وأن يبني أسرة أسرة جيدة وأن تكون له علاقات جيدة أن يكون له الكثير من الأصدقاء والمحبين طيب ما هي الرسالة ما هي الخطوات ما هي المهمات التي يجب أن أتبعها يقول والله أنا أحاول أن أقوم الليل مثلا مرة في الأسبوع وأحاول مثلا أن أقرأ كل يوم ساعة وأحاول كل ثلاثة أيام أن أتصل بصديق قديم وأحاول أن لا يمر يوم دون أن أتصدق ولو بشيء قليل هذه المهمات تساعدنا على أن لا يقتل الامتداد لاتجاه لدينا فقد رأيت أشخاصا كثيرين كانوا في صغرهم صالحين لأنهم نشأوا في بيئة صالحة ومع الأيام ومع اختلاف الظروف والأحوال نسوا كثيرا مما كانوا عليه من الخير وانقلبوا إلى أشخاص ماديين جشعين وبعضهم انحرفا في تيارات الضلالة والعياذ بالله تعالى يجب أن نخشى ونخاف ونحذر من طول الأمد حتى لا نخسر أشياء مهمة في حياتنا وحتى لا تموت آمال وطموحات كبيرة كان في إمكاننا أن نحققها والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته